السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مساء الورد اليوم من على شاط البحر والجو حار وكذا في مدينة البرك اللي برك الغماد محل ما هاجر صحابة رسول الله إلى الحبشة الحجرة الأول والهجرة الثانية مسجد أبو بكر هنا موجود في برك الغماد في منطقة عسير طيب اليوم راح أتحدث عن موضوعنا وموضوعنا اليوم شيق جدا ومهم جدا يا جماعة الخير أنا حقيقة استبشرت يوم شفت أوامر الحكومة السعودية بأنه تخفف الزواجات والعزاء وقلت والله هنا مناسبة رائعة حتى الشباب الله يعطيهم العافية اللي عندهم زواج يخففون الزواج ونعرف أنه يعفلون الحفلات الزواج العالية هذه والمكلفة في صالة أفراح ويدبح 30 ثبيحة ويعزم زملائه عشان يحصلها معونة بسيطة طيب أنا أقترح اقتراح مدام المعونة صارت سارية بين المية والميتين والخمسمية والحين بتصير الزواجات مختصرة يعني زملاء الشخص لن يحضرون ليش ما نعمل مبادرة نبدأها من منطقة من هنا مثلا وتعم المملكة كلها والعالم العربي واحدنا يتبنى رقم حساب معين كلنا يا زملاء الذين نريد أن نساعد هذا الشخص رقم الحساب ينزل فيها وندخل كل مبلغ في هذا الحساب ثم يكتب أسماء كل من تعاون وتحول لذلك الشخص ويشترون له شقة ويشترون له سيارة أو يشترون له شي يفيد زمن التبذير وإننا كل العشرين ولا الخمسين ألف اللي كانت تيجي معونة في عشا ذي كل ليلة ولا في حفل ولا في رقاصين لهبت الحين أصبحنا في زمن ثاني أنه مهم الواحد يكون عنده شقة مهم الواحد يكون عنده بيت مهم الواحد يكون عنده شي ما يشوف بالله شواطئنا الرائعة هنا في مدخة عسير عندنا الحريضة وعندنا القحمة وعندنا البرك وعندنا عمك وعندنا الصوالحة الشواطئ أعجب الشواطئ في السعودية كل أشجار منجروف وأشجار يجب أن تحمى زي هذه الأشجار التي تكاثر تحتها وبيضها الأسماك شواطئ خضراء أشجار نوقف سيراتنا تحت الأشجار شو في السيرة واقفة الآن تحت أشجار وفيه ما تحتاج حتى خيمة معلنا نكمل موضوع ليت من يبدأ ويأخذ أجور كبيرة جدا بأن يفعل هذا العمل اللي هو أن المعونات تصل للمتزوج دون الحاجة إلى حفل زواج يعمل ويخسر فيه الأول والآخر بعض الزواج نتكلف مية بعضها ميتين عشان يجمع زملائه خلوا عمل مبادرة خلوا كل أجر لنا ترى نعملنا مبادرة وقلدون الناس لنا أجرها لن تقوم الساعة فكروا في الفكر هذا واصل المبلغ البسيط لن يعطي معونا واللهني أتمنى أن واحد يعزمني يقولي لا تحذر أحول المبلغ على حسابه أنا مرتاح وحفظت وقتي واسمنه أشهر الزواج واسمنه عزمني واسمنه يكلمني وأنا عندي أشغالي وعندي أعمالي وأكل غير صحي وكل الصرلات وأخر الليل وأنا عادثا ما تعشى ورز وحاجات وباذل ودي ما أشوفها والناس يجمعون ويختبون فلان ويتكلمون في فلان ومدريش وحسد وعين والحريم يلبسون ملابس غالية ويخسرون خسائر ضخمة جدا ويخسرون أزواجهم والعيال والحريم يقولون مع بعضهم يسألوا الأطفال يصير بينهم مشاكل أشياء لا نريد أن نذكرها الآن وقضايا لها أول ما لا آخر بحفلات الزواج البدع اللي حاصل الآن الكيكة والمكارونة والمدرشية والخراط اللي يخسر خمسة ستين ألف على أشياء لم يذكر بها لا قرآن ولا سنة أنا أقول فرصة وخلونا نرتبها وخلونا نأخذ حذر السبق وخلونا نكون قدوة للباقين ونكسب وجورهم لأن تقوم الساعة محبك ومحمد بدوي من برك الغيمات في منطقة عسين ترجمة نانسي قنقر